اشتركوا في القناة مملكة البحرين بشكل دوري لرؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية تعكس رؤية مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومسندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم كافة الجهود المشتركة الرامية لتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي بما يصب في تعزيز المكتسبات التنموية لدول المجلس وتحريق الخير والازدهار لشعوبه الشقيقة وأكد سعادة وزير الإعلام حرص الوزارة على دعم اتحاد الصحافة الخليجية للقيام بدوره الصحفي المشهود وتطوير آليات عمله بما يصهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنيا للجميع دوم التوفيقي والنجاح هذا وعقد اليوم اجتماع رؤساء الجمعيات الخليجية في مملكة البحرين بحضور الأستاذ خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين والأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية والأستاذ محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية والأستاذ عدنان الراشد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية والدكتور محمد العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية لبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتطوير عمل اتحاد الصحافة الخليجية وتم خلال الاجتماع دراسة مقترحات تعديل النظام الأساسي لاتحاد الصحافة الخليجية والتوافق على جملة من التعديلات والإجراءات المستقبلية التي تسهم في تطوير عمل الاتحاد وتعزيز دوره وحضوره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي وثمن المجتمعون جهود مملكة البحرين في دعم العمل الصحفي الخليجي وإسهاماتها الفاعلة في تطوير عمل الاتحاد مشديدة من استضافة البحرين مقر اتحاد الصحافة الخليجية ومقامت به من جهود طيبة في هذا المجال منذ تأسيس الاتحاد عام 2005 بما يحقق التطلعات المشتركة للجسم الصحفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية